ازايكم عاملين ايه الفيديو مراتي عن وضع جديد من اوضاع رسم البورتري يعني الوضع التلاتة اربع او التروكار يارب تكونوا بجهات الفاتة واضحة وتكونوا طبقتوها وان شاء الله اقول لكم بالتفصيل هنعمل ايه نهاردة وما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة رجعت لكم بدرس جديد من دروس البورتري يارب يكونوا بجهات الفاتة مفيدة بالنسبة لكم هنكمل ان شاء الله النهاردة باخر وضع الوضع البورتري بعد كده هنبدأ ناخد الملامح وزي نرسمها كويس بطريقة احترافية لغاية ما هنوصل في الاخر ان احنا هنبدأ نرسم بقى بورتري كده براحيتنا اي شخصية تعيبنا طيب زي ما تعودنا ان فيه تمرين بسيط قبل كل درس التمرين النهاردة هيبقى الزجزاج هنجيب ورق فاضي ونبدأ نعمل زجزاج كده لمدة زي ما انتم بتقولوا كده خمس دايق حاب يزود عن كده يزود مفيش اي مشكلة بالعكس ده تمرين بيقوي اليد جدا بيحسن خطوتكم في الرأس مستهونوش بيحسن وطبقوا ده وسخنوا قديكم ومرنوها وهنرجع تاني مع وضع لديد البورتري خدنا في الفيديوهات اللي فاتت الوضع الامامي للوجه والوضع الجانبي البروفيل هناخد النهاردة الوضع الثلاث تربع زي ما الناس بتقول او ترواكار هنعمله ازاي نفس البداية بتاعتنا هنعمل بشكل بيضاوي ولازم ااكد عليكم تاني هنعمله مخطوط خفيفة انا بتاقي الايدي بس عشان يبان بالنسبة لكم لكن احنا هنعمله بخط خفيف اا خطوط السرية اللي اتفقنا عليها عشان نقدر نمسحه بعد كده ما يبانش معنا لفتة ضليل ولفتة الوين وهنعمل نفس البيضاوي اللي في الجنب ده بس مش بكل البروز ده لا هيبقى بروز خفيف تمام كده هيبقى بروز خفيف لحد تقريبا تحت النص بشوية هنعمل ايه احنا اتفقنا ان احنا في الوضع الامامي بيبقى عندنا خط منصف للوش في الوضع الجانبي البروفيل قلنا ان هو بيبقى الخط تقريبا على حرف الوش من هنا الوضع بقى التلات اربع او تركار دوت لا هيبقى الخط بالجنب كده شوية خلاص يبقى واخد تلات اربع هنا تلاتة وهنا ربع بس نفس اللي بنعمله كل مرة بنقسم الوش لتلات مساحية قد بعض سواء بمسطرة او بالنظر ممكن نقيس بالقلم ادي الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده بسو هنا عشان انا عندي هنا اخر بيضان خلاص تمام كده هنبدأ بقى نحط ملامحنا احنا اتفقنا ان احنا اول خط ده بيبقى عليه الحواجب هنبدأ هنعمل الحاجب ده باي شكل انتو عايزين الناحية التانية الحاجم يبقى شباين كله بنسيب بمسافة وهنعمل الحاجب التاني كده ما بيبقى شباين كله لان في جزء لافف من الوش وقلنا ان احنا نخلي بالنا من الخطوط الاسية بتاعتنا عشان عمان نعمل خطوط فرعية متل اغبط ناش هنعمل الخطين برضو البساط دولة اللي احنا بنزبط عليه ومستوى العينين مع بعض قلنا عشان ما تبقى شعين ادخن من عين ولا عين فوق وعين تحت ولا عين كبيرة ولا عين سغيرة احنا بنزبط الخط بتاعنا العين هنا ما بتبقىش كاملة مش زي الوضع الامامي ولا زي الوضع الجانبي لا هي بتبقى وسط ما بينهم هنعملها ازاي قطي الجفن اللي فوق كده ما بنكملوش بقى للاخر لا بنكسره كده ودي الجفن السفلي ودي النين تمام طيب العين اللي هنا الى حد ما تزبط كاملة بس برضو فيها كاسرة بسيطة كده فيها كاسرة بسيطة عن الوضع الامامي لان الوش لافف شوية فكل ملامحنا لفها معين كل ملامح لفها معينة ما ينفعش ان احنا لفنا بوشنا لكن حواجبنا وعينينا ومناخرنا زي ما هي ما بتحصلش يعني خلاص كده القنف بقى هنعملها ازاي هنيجي من اول الحالب ده احنا اتفقنا القنف من اول الخط ده لحد اخر الخط ده هنبدأ نعمل كده بننزل بخط القنف لحد هنا بنعمل اللي هي ارنبت القنف الناحية دي وجزء من الناحية التانية صغير باقي واضحة الباقي بقى بيبين بقى في التزليل والتلوين ده اللي هناخده بعد كده نفس المساحة اللي هنسيبها هنا وهنعمل السبعة او الفي بتاعتنا هنقيس من نص العين من هنا ونص العين من هنا فبالتالي الجزء ده هيبقى اصغر من الجزء اللي الناحية دي لو حابين تزبطه اكتر هنعمل خط بسيط كده ان احنا نزبط عليه الشفايف ما تبقاش ميلة معنا هنوصل بقى ده زي ما اتفقنا عايزينها شفايف صغيرة هنعملها عايزينها كبيرة نعملها المهم بتقى واصلها النفس المكان ادي شفا الفوق وداني هقول لكم ان احنا ناخد كل ملمح بالتفصيل في الفيديو الواحد رسمنا الويداني هنا بتقى باين جزء برضو مش مختفى اوي زي الفيز ولا ان هي باين بشكل كبير اوي زي وضع اللي هو اللي تروقع باين جزء منها طبعا لو في بقى شعر برضو مغطية خلصنا كده لأ هنبدأ بقى نحدد الوش بتاعنا بدق من يين وشكله عامل ازاي زي ما شفنا في البروفيل احنا بيقوا عندنا دخول شوية من ناحية العين بيقى بنخرج بالواجنة او الخد بندخل تاني من هنا شوية وبنبدأ نعمل الدق لازم خلي بالكم اوي من الخطوط بدايكم لنقلنا عنها ولا نزيد عشان تبقى النسب معنا مزبوطة هنا بنعمل بقى هنا الرقبة مثلا كده وهنا دي بتبقى عدمية الفك الشعر زي ما قلنا ما ينفعش نبدأه من النص لازم من منبط الشعر الا لو في قصة او حاجة نزل لكن اساسي من هنا ونبدأ نعلى بيه لان هو طبيعي مش لازق في الجمجمة بتاعتنا يعني مسلا لو في مسلا شعر من هنا اهو لازم لازم يبقى فيه نحافظ عن النسب بتاعته اهو مسلا نزل كده من هنا ايا ان كان بقى هناخد الشعر والتفاصيل بتاعته لازم يبقى عاجة عن الجمجمة زي ما قلنا مسلا كده لو شعر قصير مسلا لحد هنا نزل بقى لو عايزين تنزله قصة يبقى برضه من يعرفه بس المنبط بتاعك وفيه ده بشكل بسيط نشعر من ناحية التانية بشكل بسيط ده الوضع التلات اربع او رب يكون سهل بالنسبة لكم مستني اتطبقوه مع التمريين اللي في بداية الدرس واستنى اطبقكم واستنوا الفيديو الجاي بتمريناك جديدة على البورتري من ايه تو زاد من البداية للاحتراف ان شاء الله متنسوش لايك وسبسكرايب للقناة واستنوني الفيديو الجاي إشتركوا في القناة